السلام عليكم و السلام عليكم السلام عليكم و الحباب في الله في هذا الدرس الجديد على قناةكم حوش و طبعا هذا الدرس سوف يجعل هاتف كخرافي يعني سريع بشكل رهيب و رهيب جدا عندما نتكلم عن إضافة ذاكرة للهاتف يعتمدها الهاتف كذاكرة داخلية ثم نضيف إلي مثلا حتى 4 جيجا بايت في الرام فهذا يعني بأنه سوف نستفيد بشكل كبير و كبير جدا من أداء قوي للهاتف وهنا إخواني الكرام سوف نستعمل فقط بطاقة الذاكرة الخارجية لكي نجعلها مباشرة ذاكرة خاصة بالهاتف داخلية يعني يقرأها الهاتف داخلية فتصور معي لو كانت لديك في الهاتف مساحة 8 جيجا بايت أو حتى 32 جيجا بايت 16 جيجا بايت واشتريت بطاقة كبيرة جدا بمساحة كبيرة جدا فيمكن لك إضافتها إلى الذاكرة الخاصة بالهاتف يعني تضيف يعني ذاكرة على ذاكرة أخرى وهذه من أحلى بطبع الحال سرعة ومساحة لتثبيت تطبيقات إلى غير ذلك فضلا على ذلك سوف نستعمل تطبيق آخر إخواني الكرام يضيف يعني الرام للهاتف وهذا النعوان الصرين الاثنين سوف يجعلانك بطبع الحال هاتفك سريع وسريع بشكل كبير شرحت من قبل سنة 2013 كيف تعتمد بطاقة الذاكرة الخارجية ذاكرة داخلية للهاتف لكن يجب عليك توفر على الحاسوب والفيديو كان طويل لأنه مجروع من المرحيل لكن عبر هذا التطبيق الذي سوف نتعرف عليه إخواني الكرام في هذا الفيديو سوف نحول مواشرة الذاكرة الخارجية إلى ذاكرة داخلية بسهولة تامة بهذا المفهوم وللمعلومة سبق وانشرحنا أيضا في مدونة حوح للمعلومات قبل شار تقريبا طريقة لجعل بطاقة الذاكرة الخارجية ذاكرة داخلية في إصدارات 6.0 مارشميلو يعني هناك خيار يجعله هذا الأمر سريع بدون استعمال التطبيق سوف يدرجون رابط أسفل الفيديو إذا كان لديك مارشميلو فلن تحتاج إلى التطبيق فقط تابع تلك الشرحات يعني بسيطة لغاية في الهاتف وسوف تعتمد للذاكرة الخارجية كذاك إلى ذاكرة عفواً داخلية طيب الحين الناس التي ليست لديها مارشميلو فقوم بتركيب طبع الحال الذاكرة الخارجية في الهاتفك ثم قوم بفتح هذا التطبيق إخواني الكرام ثم بعد فتح التطبيق يذهب إلى سيتينغز طابع ما هي عن هذه الخطوة التي سوف نقوم بها طبعا سوف تقوم بتفعيل هذا الخيار الذي سوف تجده هنا كما سوف تشاهده ثم هنا سوف تقوم بوضع اسم الذاكرة الداخلية الخاصة في الهاتفك عادة تكون بهذا الاسم يعني لا تغيره بطبع الحالة الأشياء يمكن لكم أشاردتها من خلال الإعدادة الخاصة بالهاتف ثم في الخيار الآخر إخواني الكرام الذي هو اسم الذاكرة الخارجية كما هو مكتوب يعني في الهاتف الخاص بك بطبع الحال تجد هذه الأشياء يعني بشكل افتراضي لكن يجب عليك التأكد إذا كان هذا الاسم هو نفسه أو اسم آخر بالتالي فسوف تقوم بكتابة هنا يعني اسم الذاكرة الخارجية ثم بعد ذلك أنا شخصيا تعرف عليه مواشرة التطبيق يعني فيمكن أن يتعرف عليه على ذاكراتك ثم تضغط على اوكي إخواني الكرام لاعرف من أين تأتي يعني أتي الحشرات إخواني الكرام عليين فبعد ذلك سوف تقومون بالضغط على هذا الخيار الذي هو مهم جداً عفواً الخيار عادة كما سوف تشاهدون الذي هو مهم جداً الخيار الثالث كما سوف تشاهدون ثم تقوم بتغيير يعني إلى رقم 33 هذا العدد شكراً لو يريد يعني التصوير معنا طيب يعني هذه الغرفة التي يصور فيها عادة إخواني الكرام يعني يضع فيها مجموع من الأشياء التي لا أريدها بالتالي فى 33 كما سوف تشاهدون ثم تضغط على اوكي بهذه الطريقة وانتظر بطبع الحال انتظر حتى تظهر لك الرسالة أنا شخصياً قمت بها هذه العمل يتظهر لك رسالة يعني سوداء يعني بهذا المفهوم وخلاص طيب بعد عمل هذه الخطوات الثلاثة تضغط على الحين على الخيار الأول كما سوف تشاهدون ثم تقوم بتفعيل هذا الخيار ثم فقط تضغط على هذا المكان حتى يظهر لك الدون يعني بهذه الطريقة تكون قد حولت بطاقة الذاكرة الخارجية إلى ذاكرة داخلية خاصة بهاتفك حين يعني جميع التطبيقات سوف يتم تثبيتها ابتداءاً من الآن والصور إلى غير ذلك في أيضاً حتى البطاقة الخارجية لكن نقطة مهمة جداً إخواني الكرام عندما تقوم بعادة تشغيل الهاتف أو تقوم بإغلاق الهاتف الخاص بك فدائماً تأكد أن تفتح التطبيق وتضغط على هذا الخيار أما إذا كنت من الأشخاص الذين لا يقوم بإغلاق الهاتف فخلاص يعني سوف تعمل هذه الطريقة بدون مشاكل لكن إذا قمت بإغلاق الهاتف يعني إطفائه ويعادة تشغيله فتأكد أن تقوم بفتح التطبيق مرة أخرى وتضغط على هذا الخيار الحين اعتمدنا الدكرة الخارج داخلية للهاتف وأكيد سوف تمنح لك مساحة كبيرة جداً وأداء رهيب جداً للهاتف إخواني الكرام تعلمون بأنه عندما تمتلي المساحة يؤثر بشكل كبير جداً على الهاتف الحين حتى نضيف الرمات للهاتف فقط افتح هذا التطبيق ثم اضغط على هذا الخيار الأول ثم اختار هذا الخيار كما سوف تشاهدون اختار أي ذاكرة تريدها مثلا هذه الذاكرة اضغط على select ثم هنا تضع القيمة يعني بالميجا بايت التي تريدها مثلاً 3000 ميجا بايت تعادل تقريباً 3 جيجا بايت في الرم وانصحكم بأن لا تضعون عدد كبير جداً يمكن أن تضعون كحد أقصى 4000 جيجا بايت إخواني الكرام ميجا بايت يعني التي تعادل تقريباً 4 جيجا بايت وضغط على save هنا كما سوف تشاهدون وخلاص الحين يعني يحول جزء من البطاقة أو الذاكرة الخاصة بالهاتفك إلى رمات وهذا سوف يسمح لك بتصفح سريع جداً للهاتف إخواني الكرام إلى غير ذلك في الأشياء التي تدخل إليها أنا شخصي إنشاء أتفاق كبير جداً خصصاً في هذا الهاتف يعني الذي به إعدادات يعني نوعاً ما متواضع إخواني الكرام بالتالي أراكم إن شاء الله في مواضع جديد الرابط سوف تجدون أسفل الفيديو وليس دعمنا بالضغط على لايكم وشاركة الفيديو مع أصداقكم حتى يستفيد الجميع وزيرتنا على موقع هنا دول فيديو الـ .5.com وإنما على صحتي على فيسبوك فيسبوك كنتكم صلاش حوال فتح ميحدث باني فورا إذا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائماً جديد الفيديوهات في أمان الله